مبارح شفت على الشتوري عندك مبسوط أنت بحفاوة الاستقبال فحديثتنا قدي فيه هيك وبتحس حالك يعني من أهل البلد في الأردن مية بالمية يعني ما شاء الله عندكم بس يوصل الواحد عندكم بحس حاله خلاص فات ببارت يعني فات بقلب السيستم وصار خلاص يعني صار منكم وفيكم والله يعني شعور مش بكل المدن في منه أكتشلي يعني أنا ما بحسه بمحلات قليلة جدا جدا وعمان نعم ويمكن بتحسه بصدق مية بالمية في كتير يمكن أمور حابين نحاورها ونحكي فيها اليوم بلقاءنا أنا حابة أبدأ صراحة دكتور قبل ما نحكي عن المحاضر راح تكون يوم الجمعة وعنوانها ملفت أنت مخصك وقبل ما نحكي كمان عن الكتاب الجديد حابين نعرف دكتور خالد هذا الاسم اللي نعرف من خلال الفيديوهات التحفيزية ما كانت البداية سهلة يعني إذا نعرف السبب اللي قادك لهذه الفيديوهات أنت اشتغلت في مجال الأحياء وعملت أيضا كمدير لشركة شو اللي قادك أنك تكون على منصات التواصل الاجتماعي وتصنع هذا المحتوى يعني هو بيكون يعني بطبيعتي أصلا خجول ما كتير بعرفت عمل مع الكاميرا وبستحي يعني الطبيعتي الطبيعية خجول بس بمحلات لقات أن فيه أشياء بمجتمعنا بحاجة نوقف عندها وبحاجة نفكر فيها وبحاجة أشياء بحاجة نقومها أشياء بحاجة نسرع قبولها فمن وجهة نظري كان فيه حاجة يعني ولقات حالة بمحلات قادر سد بارت من هيدا الثغرة وهيدا كان يعني الدافع الدافع الأولى وبالنهاية يعني الناس بتعظم أصصها باكوردز يعني الناس بتطلع بصطر جوع وبيلاق أولى معنى وهي مش هل مش هل عطول هالقد الحمد لله كان فيه توفيق من رب العالمين إنه أنا كان بدي وصل شغلي ووصلت والحمد لله يعني لقيت قبول بس ما وصلت بسرعة لا طبعا ما وصلت انت بدأت من الـ 2015 تقريبا أول فيديو 2015 وداية الوزاعة أول فيديو بس أنا قبل كنت بكتب حتى الستاتس تبعي أنا أول مرة خطر لي اكتب كتاب كان وقتها فيسبوك 2015 كان فيسبوك سره كذا سنة نعم فبالصدفة هيك عمقلب على الفيسبوك كان بقت أول ما مطلع على الفيسبوك مماريز فصرت راجع الستاتس تبعي وخطرت لي فكرة أول كتاب إنه إذا أنا بجمع الستاتس تبعي بدي كان بي أبوك يعني فيه نقل كتاب ووقتها خطرت لي وبعدين انتبهت لقوة السوشيال ميديا أوكي فبلشتك يعني وأول مرة كان بالصطفة يعني وبالصطفة وكانت فيه يعني إذا بدي سميها بوقتها كنت فعلا قلت كذا مرة كنت فعلا حاسس بهك بنقمة بمحال كنت بسبين وكان صاير حدث باللبنان هيك مزعج نعم والله نسيت شوه الحدث بصدق يعني طول عم جارة بتتذكر شو الحدث مش عم بتتذكره ففتحت الكاميرا كنت بالليل كنت دني بالليل ولحالة بالجامعة كنت عم بعمل MBA بمدريد لحالة بالجامعة وعم بدرس وهيك ففتحت الكاميرا كان أول مرة هيك بتجرى وقلت أصيدة لشاعر عراقي كتبها بالخمسينات بقول يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرموا ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوموا يعني وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا ودعوا التفاهم جانبا فالخير وأن لا تفهموا صاركاست كثير ففتحتها وقلتها 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 بدون ما أفكر تاني يوم لقيته رايح فيريل الفيديو لقد بدأت تتكلموا هيدا الشيء نعم وبعدها تعلمت كم شغلة بإسبانيا يعني بالبزنس كول بالتحديد لقد رأيت أنه نحن بحاجة لشوي فكر نجيبها يعني مش نجيب شي من هونيك أتول ولكن أنه وي نيتو بي كريتكال فينكرز أكتر بحياتنا نستفيد من الخبرات التي حواليك بجيت عملت أول لكتشر بجامعة الأولى ومن وقته كان الصدى كثير يعني بس لأجرى أحكي أول فيديو 2015 وبلش يأخذ هذا الصدى الكبير بال2021 ايه أول فيديو بعدين عملت يعني صرت كونسيستن تقريبا عملت أول سيري سميته المعصولين كان اسمه كنت كل سبة تنزل حلقة بس كانت وقتها طويلة يعني 7-8 دقاية نعم وكمان راح فيرل البروغرام حال هيدا ودلت القصة هيك ستاب باي ستاب بس اللي صار بال فصارت نسبة إلي مثل الروتين يعني عم بعمله بس إنه أخذ محل وعلق تقريبا فيه ورجعت وقتها أسست الورشة اللي هي أنا كان من وجهة نظري إنه صراحة أن هيك بالتحديد لما لقيت الفيديوز انتشرت وأنا شوية انشهرت بس ديني ما تغيق والواقع ما تأثر يعني طلعت بالواقع بعد وقع يعني فهيك صري عندي داوتس إنه قدي فيديو ممكن يأثر الإنسان هل ستغير الواقع هذه الفيديو؟ أكزحك بتغير الواقع بفيديو يعني أنت بتسمعيني بتتفكر والله هذا الدكتور بيحكي حلو باش الحال هون معوحة هون أسر فيه بلحظة بيخلص الفيديو خمس ست دقايق بتروح وخلص اللي بغير الإنسان بالحقيقة لنرجعكم على الموضوع اللي بقى نحكي فيه هو البيئة أوكي فوقتها وقفت الفيديوز قلت أنه خلص وقفتهم قلت أنه مش مش جاي يعني إذا أنا صادق واكتشفت أنه الفيديو ما بيغير شي فوقفتهم ورحت عملت بعد كم سنة الورشة اللي هي نموذج اجتماعي لحتى فعلا يتغير سلوكنا بس هنا دكتور يعني أنت ما غيرت فكرك أنت غيرت الطريقة انتقلت لطريقتاني لأنه عندك إيمان بأنه أنا قادر أني أغير بالمكان اللي أنا موجود فيه أو حتى صحيح لأ ما غيرت يعني كان التيم عم ب هلأ هلأ ليتلي عم نعمل أركايف لكل شي أنا كاتبه أوكي فصابية من التيم اسمها آية إياها قالت لي دكتور عم بقرأ الأفكار اللي أنت كتبها من 2013 قالت لي طبعا ما في فكرة مثل التانية بس الكونسيستنسي بالفكر ملفته إنه ما في شي بيتناقب ما في طنوع من 2013 لليوم لأنه فعلا أنا بشوف أنه إحنا بحاجة لأنه نوقف ونفكر ونبطئ وننتبه وقيمنا وأسرنا وعيلتنا وأوطاننا وانتمائنا وثقتنا والفاليو استبعولنا هيدول وينيدهم نعم وينيدهم وأدي كمال ممكن يكون فيه صعوبة بأنه إحنا نضلنا معاشين على الخط اللي احنا بلشنا فيه ونضلنا معاشين بالإيمان اللي موجود عنا لأنه اليوم هذا أصعب شيء هذا أصعب شيء لأنه اليوم لما نحكي عن حضرتك صرت عم بتكون ترند عم بتكون فيرل أكتر كل حد عم بياخد من الحكي الكلام اللي عم بتواجه لهم إياه وعم بيأثر فيهم ويمكن كمان شوار نحكي عن تجارب شخصية لأشخاص تغيرت حياتهم من ورا الكلام اللي عم تنشروا حضرتك وهي الخبرات اللي موجودة عندك فهذا كمان بيكون فيه مسئولية لأنه عم بتكون معدي بطريقة إيجابية للعديد من الأشخاص صح هذا كنت عم قلت لك أنه فيه مسئولية كثير ولازم الواحد عن جد عن جد الكلمة الجوهرية أنه اللي عنده تأثير لو على شخص لو أم على ابنه صديق على صديقه أستاذ على صفه قائد على مجموعته مدير على موظفينه أي حدا عنده تأثير لو لشخص واحد بده يكون بخاف الله ما قلها كلمة تانية بده يكون بخاف الله بده يكون يفكر هيدا الكلمة لللي ممكن يتأثروا فيها شو هتعمل يعني بده يكون صادق فيها هيدا أول شغلة الثاني شغلة بارح كمان كنت عم أقول صادق فيها لا يعني أنها عطول صواب يعني فيه الواحد يكون صادق بس مخطئ بالنسبة إله نعم كمان المتلقي ينتبه يعني كمان المتلقي ينتبه يعني هالأحبال يعني مش كل إيش بتحكي لي يا رح يكون بقدر أسقطه على حياة و هيكون زابط معك أو هيكون صح مية بالمية بكل المواقف المتلقي بده يكون كريتكال ثينكر صح يعني بده أحرق شغلة بالمحاضرة أول شغلة هقولها بالمحاضرة إن شاء الله هاسألهم أنتوا بتحبوني إجمالا لأنه جايين أتوقع على القليلة 50% حيقولوا بحبوني بدي أقلهم بتحبوني شيء وأنه أنا معي حق باللي بدي أقوله شيء تاني ما تسمعوني لأنه بتحبوني هيده هيده حلو تحبوني كتير بس الأفكار اللي بقولها think of الأفكار بحد ذاتها يعني ما في مسلمات ما تأخذ مسلمات من أي شخص ولا أنا عقول محق ولا اللي بقوله بتطبع على حياتك لي لك خلال الفاصل سألتك سؤال كتير حلو أنه هل في ناس تواصلوا معك وحكوا لك أنه أنت غيرت حياتي بأحد الفيديوهات وكان جوابك نعم وأتوقع هل رسالتك وصلت طول مصداقية بتبين يعني الشخص المددعي غير الشخص الذي يبحث عن الشهر نحن عشان الوقت حب أسمع أكتر فيما يتعلق بهذا المشروع الجديد بيوم عيد ميلادك رح يكون هيك يوم خاص بإصدار الكتاب الثاني والعنوان كالعادة أنت دايما تبحث عن عنوين ملفتة فحديثنا عن هذا المشروع لا يعني هو بسبب 15 سبتمبر هو عيد ميلاد الأربعين الأربعين الأربعين؟ طيب منيح كل سنة متسال ممتاز العمر كله شباب شباب فهو عيد ميلاد الأربعين وهو يعني توقيع الكتاب الثاني بس هيكون برايفيت يعني هيكون بقلب بيته أوكي سو هيدا أول توقيع بس بقلب يعني بالورشة اللي هي ببيته وإن شاء الله بإذن الله حافتتح مكتبتي for the public يعني حالو الكتب اللي أنت بتقرأها؟ الكتب اللي أنا بقرأها وفي بعض يعني شوي كمان كتب إضافية هتكون إن شاء الله بإذن الله للبوبلك وكان النفاق جميلاً هذا أول كتاب صحيح؟ كان أول كتاب، هلا التاني شو بنتوقع؟ التاني التاني اسمه ليس هذا ما كتبت واو نعم حالو يعني إحنا حابين نعرف تفاصيل أكتر ما بدأنا رأي لكتاب؟ الأول قصص قصص متفرقة والتاني والتاني يعني في خمس قصص وإنترودوكشن صغير القصة الأولى اللي هي أخذت الحجم اللي الأساسي من الكتاب اسمه ليس هذا ما كتبت ليس هذا ما كتبت ليس هذا ما كتبت والعنوان ببساطة صورنا عايشين بزمن بزمن شوي فيه تطرف على كل الأشياء أوكي يعني بطل التطرف حكر على فكر معين صورنا كلنا متطرفين يعني بمعنى كلنا صح كلنا صح وكلنا ما بنقبل إلا منظومة فكرية وحدة يعني وهي دي من تجربتي يعني إذا بحكي فيديو عن المرأة بصير أنا نصير المرأة ونصير النساء وبيخد حو المرأة ماشي وتاني بارت شو بقول أنه أنت كمان بيوصفني بهذا التواصل بحكي كلمة عن الرجل بتبين ضد المرأة صير شو؟ عدد تاني طرف هيدا الشغل بلس كل شيء إذا بحكي عن قيمنا وعداتنا بارت بقول عني متزمت نعم و بارت بقول عني قيم بقلبهم كمان في الحقيقة أنا عم أقول ليس هذا ما كتبت أنا عم بكتب بوصف بهون عندي أفكار لازم يعني عندي أشياء لازم نحافظ عليها وأشياء لازم نغيرها وهكذا زائد لما نشرت الكتاب الأول حسيت أنه القراء والناس بتاخد حسب شو هي بدا تشوف نعم فأنت غقارة تفترض أنا شو أصدي فأنا معنوان الكتاب ليس هذا ما كتبت يعني مش هيدا اللي أنا كتبته أدل أتر عم بتفكر فيه من كلامك بحس كأنك تحاسب على أفكارك يعني بمكان معين أنت تحاسب يعني هي بالآخر مسؤولية شو منحكي و شو منحن طبعا هي مسؤولية أكيد أنا ما أعتبر أنه أنا أحاسب بس أنا يعني ضروري أكون أدل بكتب أكيد أنا أدل بكتب وأكيد وأدل أفكاري كلها إلى الأخير يعني ولكن بالحقيقة إنه نقدر نقرأ الواقع بدون انفعال نعم دكتور عشان الوقت إحنا ضل عنا يعني ضيقتين إحنا منحضرك وفي بعدها طلع بعدك موجة الترينز من هذه الفيديوهات التحفيزية وهذا أمر إيجابي هل أنت تتأثر بهذه الفيديوهات إذا تحضرها؟ في ناس طبعا هل في أشخاص تتابعهم؟ في ناس أنا ما بحضر سوشال ميديا كتير آه يعني أنا فوت بحط الفيديو وبضاء وبرد يعني ماكسما مع الستوريز أو بحط ستوري أو هك لأنه من وجهة نظري كمان هيدا بارت من اللي سمات وكان النفاق وجميل لأنه من وجهة نظري السوشال ميديا شغلية بده تكون استخدامة محدود ما فيها تكون كل حياتنا نعم ولكن لما يطلع حذوي قدامي أكيد بحضره مرات بتأثره ولكن للأسف مع هذه الترند بقول كلام ما أنزل الله به من سلطان يعني فيه كلام بحسه بحسه الكلام مبالغ فيه الإلقاء مبالغ فيه لأنه أنا دارسة مبالغ فيه أنا بفهم شوي سلوك المشار ما يساعد الناس لفعله ما يفعله نعم بحس فيه بالخلفية مرات إتس أباوت مي يا صادق يا مد ايه ويحكي يا حابب يوصل ريسا نعم وهذا خطير شوي نعم نحن ضايل معنا دقيقة نحب نستذكر هيك وكلمة للجمهور اللي عم بسناك يوم الجمعة بهذا اللقاء اللي رح يجمعك انت مع جمهورك الأردني تحكيتنا أكتر عن هذا اللقاء انت مخصك انت مخصك أنا كثير عاجب دك هي بهدلة أدبية انت مخصك لا والله هو كان لازم يعني أنا لما حطيت العنوان بالأول البارتنر اللي يعني اللي بعمان قال لي شوي أجرسيف على الشارع الأردن قلت له يا عم ما هيدا هو العنوان فجينا نغيره قلت له ما حتصبك معي انه هيدا هو العنوان بس العنوان يبدو أجرسيف بس إتس نات أتول وصراح ما بدي أحرقه يعني بس نزكر معناتها بالمكان إن شاء الله حيكون بالبزنس بارت نعم الجمعة أول ساشن على الخمسة وتاني ساشن على ثمانية ونص إن شاء الله نعم على الخمسة وعا ثمانية ونص مجمع الملكة حسين للأعمال يوم الجمعة صحيح إن شاء الله نعم يعني أكيد في كتير ناس متحمسين ليحضروا هاي الجلسة بس بدي قول للمتحمسين اللي جيين على الجلسة الجلسة هتكون عادية مش متوقعين إن هتكون عادية لا يعني أكزاتلي فلأنه مش متوقعين تكون عادية هتكون عادية ويمكن تكون لو على الناس أقل من عادية ليش قللت من التوقعات؟ نعم هو المهم الامباكت الأثر وليس ما يحدث كلمة أخيريك لكل من يتابعنا دكتور خالد لمحبينك لجمهورك الأردني والعربي يعني أول كلمة بدي أقول شكرا يعني وبدي أقول إنه كل يعني هيد المتابعة واللي بدي أسميها بمحلات صار بمحل شئت أنا أم أبيت أسمى شهرة هي إنعكاس لرقي الذوق العام اللي قبل ورفض صح فبدي أقول لهم شكرا كتير وبدي أقول لهم يعني نحن كمجتمع عربي فينا كتير وما لازم نحبط أتقول والطريق إن شاء الله طويل أريد أن أدخل بعض الفكر في أفكارنا وهذا اللي عم تعمله من هنيك يعني على هذه التجربة ناشحة بالفعل شكرا دكتور خالد نوعنا أهلا وسهلا بحضرتك شكرا